السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو سنشرح طريقة الاستفادة من تعويضات التي تقدمها الدولة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا بحيث أن المرحلة الأولى فاتت التي كانت خاصة بالناس الذين مسجلون في بطاقة رميد بحيث أنهم فقط سيفطوا أو رسلوا الرقم الذي لديهم في بطاقة رميد لرقم الدولة واستفادوا سحبوا الأموال ديالهم أو الدعم المخصص لهم الآن المرحلة الثانية انطلقت والتي تهم الناس لطبيعة الحال لا يوجد بطاقة رميد إذن عملية الدعم المؤقت للأسار العاملة في القطاع الغير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا ومرحلة الثانية إذن الدولة دارت هذا الموقع هذا للتسجيل وإرسال الطلب بالنسبة لهذا الأشخاص إذن تبعوا إلى نهاية الفيديو لكي تفهموا كيفية مسك الطلب كيف ندير نمسك الطلب ديالي ويكون صحيح وما يترفض إذن طلب الدعم عملية الدعم المؤقت هي عبارة عن مساعدة مالية تقدمها الدولة لفائدة الأسار العاملة في القطاع الغير المهيكل والمتضررة من فيروس كورونا بمعنى أنه بطبيعة الحال الدولة ديالنا الآن كتعيش ظروف ديال الحجر الصحي يعني ديال الطوارئ ظروف ديال الطوارئ حالة الطوارئ يعني بزاف ديال الأسار فقدوا الأعمال ديالهم والقوت ديالهم اليومي لذلك جاءت هذه المساعدة دي باش تعاونهم يعني في هذه المدة هذه وبطبيعة الحال رأى هذه المساعدة ولو أنها بسيطة ولكن رأىك يعني أحسن من أنك تخرج وتتعرض للفيروس وتموت أو تقتل يعني أو تكون سبب في وفاة أحد الأشخاص المقربين منك زوجتك ألا أختك ألا أمك ألا أبوك إلى أخيره فهذا هو اللي خصنا نفهمه إذن وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي 800 درهم للأسرة المكونة من فرضين على الأقل العائلة اللي فيها جوز أفراد يعني راجل ومرتو أو كده 800 درهم 1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربع أفراد ثم 1120 درهم للأسرة التي يتعدى أفرادها أربعة أشخاص خمسة ستايلة أخيرة على الراغب في الاستفادة من عملية الدعم المؤقت تابعة النموذج أسفله بعناية والحيص على إدخال بيانته صحيحة إذن خاص بالنسبة اللي بغي يستفد يدخل المعلومات دياله بشكل دقيق باش يتقبل طلب دياله إذن هذا هو البيانات بيانات شخصية لصاحب الطلب الحاجة اللي أولى المهمة دائما ما تكون هذه العالمة عرف رائع ضروري رقم البطاقة الإلكترونية للتعريف ندخل رقم البطاقة الوطنية مثلا 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 ثم الإسم العائلي بالفرنسية إذن أنا أريد أن نكتب مثلا 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 الإسم العائلي بالعربية إذا ما لديك الكلافية في الـ PC هي هذه الأيقونة تضغط عليها وتضغط عليها ثم تضغط عليها مثلا 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 نحن العائلي بالفرنسية لماذا أنيئك ماذا أريد أن تضغط عليك إذن أخبر أن تضغط عليك ماذا أريد أن تضغط عليك كثيرا تاريخ الأصدقات لكن قبل أن نحن عائلي أثناء الآيقونة هنا لا أتوفر على يوم والشهر الأصدقات إذا لم يكن لديك الفرنسي الضغط هنا إذن نحن العائل لديك الفرنسية إذا لم تكن من ذلك الشهر ما عندك شغيل نهار لا اتوفر على يوم الازدي ايضا. اضغط غير لهذه. ولكن انو عندك بجوج غدي تدخلهم هنا. اليوم. غدي تدخل اليوم الشهر. غدي تدخل الشهر. السنة غدي تدخل السنة. وعدد الافراد الاسرة ديالك. شحال عندك واش انتم جوج ولا ثلاثة ولا اربعة. باش يكون يشوفوا لكم يعني القيمة المالية التي توافق العدد. مثلا ديرو احنا زوج. رقم التعريف البنكي. النميرود كونت رقم الكونت. معرف. ربعة وعشرين رقم. في حالة توفر هلا عندك. ها هو غدي يظهر الان في الشاشة. خد هذا الرقم ووضعه هنا. اذا مثلا غدي نوضع. هو هذا. ثم بعد. عنوان سكنة صاحب الطلب. الادرس. العمالة نختار العمالة او الاقليم. هيك نخرج الكامل هنا يا. اختار المدينة او الا العمالة اللي رك فيها. او الا اللي عندك فيها الكارت. اذا كنت صافر بعيد وخدام وبقيت امه. مثلا انت منفاسه وكنت في الدار البيضاء او لا دير اللي عندك فيها الكارت. احسن. انا سندير وجدة. وجدة انقاذ. كل عمالة فيها مجموعة من المقطعات. الجامعات المقطعتها. وما سيضرورك هنا. او اختار الجامعة اللي كتنتمي لها. وجدة. الملحقة الادارية. انتو كتتعرفوا بان كل جامعة فيها بزاف دير الملحقة الادارية. واحد جوج دلاتة اربعة. دير الملحقة اللي انت كتنتمي لها. اذا هنا عنوان السكن. اذا ستدخل العنوان اللي عندك في الكارت نسيونال. اذا ما عندكش العربية في البيسي. ها هي كائنا هنا الكلافي. واندخلها. اذا اذا بعد ما تكمل بيانات مهنة صاحب الطلب. المهنة اللي كنت كتزاولها قبل هذا الحجر الصحي. نوع الناشاط. اذا كان عندنا جوج ديال الانواء. اما مياويم. هو واحد الشخص اللي كي يخدم بالنهار يعني جورني. كما كنقول احنا. المغاربة بطبيعة الحال. انه يهار يومين سيمانة كيتخلص. او لا اجير غير مصرح بها او يشتغلوا في مهن مستقلة. اروا من الى اختارة هذه الخطيئة تزيد بعض المعلومات هنا. انا سنشوفهم ده بقبل ما نعمروا. الاسم العائلي والشخصي المشغل. ذاك الشخص اللي كي يخدمك. اللي كي يشغلك. ولكن عنده شركة صغيرة ديرها. وعدد الاجراء اللي عنده هذا الشخص هذا هذا الشريك. ادمه لهذا الشريك. او ملقه هو مثلا. عنده مقهاء. وانت ما كانتش عندك راميد الى اخيه يعني ما دست في المرحلة اللولة. اذا ستدخل هنا. وما مصرح لكش. اذا ستدخل هنا ياسميتو. ادخل هنا الاجراء ديال. اي شركة صغيرة. اذا انا سندخله بشكل بيوء مياويم. القطاع اللي كنت كتشتغل فيه. سنضغطونا. سيخرج لنا القطاع. اذا سائق اختار من القائمة. سائق العربات المجرورة بالخيول. العمال غير المصرح بيهم. بيهم. الصناع التقليديين الفورة. كنت بوحدك كتخدم. فراكة تنتمي لهذا. لهذا الخيار هذا. السائقين المهنيين للنقل المزدوج والنقل السياحي. لكن كنت كتصوق شيء هذا. السائقون المهنيون لسيارة الاجراء من سسين فين. كبيرة ولا صغيرة. تشجر بالتقصيد. هلا كنت كتخدم مع شيء ملاحنة. ووقف ولا خرجك من الخدمة. او لا. الباع المتجولون. وكذلك اخر الى ما كنش كتدخل هنا. مثلا. بناء ما ما كنش هنا. ونديروه هنا. اخر. ونديروه المهنة. نديروه بناء. توقف على النشاط. تأخذ التاريخ الذي توقف فيه على النشاط. مثلا. 16 وشهر ثلاثة. غالبا يعني قبر الحجر الصحي. ما تديرش واحد التاريخ الذي غالض. كان الحجر الصحي تقريبا. 16 وشهر ثلاثة. اذا مثلا. دير 12.13 حسب انت اليوم. ولا اللي توقف فيه. انا مثلا. ما بيان طبيعات النشاط المهني المزاول. اذا. بالنسبة لهذا الاشخاص هادو ما عندهم حتى بيان. كي يخدم من النهارات. وما عنده حتى وثيقة كتبت بانه. كي يخدم عند هذا الشخص. إلا كنت عندك شيء وثيقة. اه تكتبها هنا. ولا كدلك شيء شرح بغي تديره او الى اخيره. التامان اللي كنت تشتغل به ولا النهارات ولا يعني مدة الاشتغال الى اخيره. واخيرا وصلنا البيانات الاتصال بصاحب الطلب. هاد البيانات من خلالها قد يتصلوا بك. اذا شنو قد ندخله. ندخله هنا. رقم الهاتف المحمول. وراكين هنا طريقة دي لتأكد منه. اذا نخصك تدخل رقم هاتف اللي يكون صحيح. خلو رقم الهاتف. ثم نديره تحقق من رقم الهاتف. اهي لقد تم. لقد تم ارسال رسالة قصيرة لك. انا قد نشوف هذه الرسالة هذه. قد تجيك بسمية التضامن. هكا قد تلقاها. قد ندخل لك الرقم. ها هو قد ندخله هنا. هاني دخلت الرقم. الى ما جاكش الرقم الى اضغط اضغط هنا. اذا لم تتوصل برمز التحقق اضغط هنا. اضغط هنا وغادي يشوفوا المشكل منه. اذا هناك تكليك هنا اشهدوا بصحة المعلومات المدلة بها في الطالة. حاجة مهم ما خصنا نقرأها هنا هي بالحمر. كل غش او تصريح كاذب او تزيف. يعرض مرتكبه للمتابعات القانونية والعقوبات المنصفة اليها في مجموعة القانون الجنائي. يعني لا شي واحد ديج اخدام بشي مهنة ولا بغا يغش بشي طريقة معيانة ولا فارا غادي يتعرض لشي عقوبات ولا ما كانش خدام اصلا قاع ولا مهم. انا غادي يتعرض لشي عقوبات لي يعني زجرية. ثم هنا. غادي يندخلوا هاد الكاباتشا هنا يا. وثم ونضغط على تسجيل الطلاب. ها هو رقم الكاباتشا غادي يندخلوا هنا يا. خمسة تمانية. ثم تسنع الخسارة. ثلاثة. إذا بعد ما تكمل إدخال الكابتشا هنا سوف تضغط على تسجيل الطلب سوف يتقبل الطلب وستستفد من هذا الدعم لكي تفوت الحجر الصحي بسلام ونحن نتمنى بأنه المغاربة بقى ان شاء الله بحول الله والعرب والمسلمين جميعا أنهم يفوتوا هذه المدة بسلام وما يفقدوا حتى شخص عزيز عليهم بطبيعة الحال هذا هو الأهم من هذا الشيء هذا إذا كانت أي سؤال أو أي حاجة مهمة وضعها في التعليقات سوف نكون إن شاء الله ممتن بالإجابة عليها إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس تتوصل بجديد فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته